كايدو يعلن انتصاره ضد لوفي لوفي وقع في المية وعلى وشك الموت اتشوبر ضد كوين والمعركة قوية ما بينهم لكن التفوق برضو عند كوين الى جميع من في القلعة في معركة السطح كايدو ضد قبعة القش لوفي المنتصر هو كايدو ملك الوحوش اتشوبر الآن وعمالي يعيب التحالف والساموراي وكلهم متزبزبين ومش عارفين يكملوا الكتال ولا لأ الكلام ده هيخفض من معنويات الحلف لأ احنا مش عارفين الكلام ده بجد ولا كده كوين واقف قدامته شوبر وعمالي التاري عليه بيرو اس بيرو عمالي هاجم عليهم بالأسهم بتاعته الساموراي بيتصابوا منه ومش عارفين يهربوا بيهاجم كوين على تشوبر وخلاص هيقتله وفجأة بخول جامع جدا سانجي بيدرب كوين وبينكز تشوبر وبيفضل يضرب فيه دربات سريعة وربعة وهو بيضرب فيه بيبعد الأسهم عن الجميع لحد ما كوين بيقع على الأرض تشوبر عمالي عاية تاني من ان كلام لوفي خسر وكده لكن سانجي بيطمنه وبيقوله التنسيق كم مرة حصل الموضوع ده وكان دايما لوفي بيرجع تاني بيدي سانجي زوره لتشوبر عشان يعالجه وكمان عشان يعرف يقاتل كوين في الطابق الأول عندي كايدو كيمون مهزوم على الأرض والسيفه مكسور وشكله هو كمان متضمر على الآخر لكن برضو مش عاوز يسيب كايدو يروح وراء مومونوسكي بيغلس السيف في رجله وبيفتكر ذكرياتهم مع بعض لما كان بيناديله بأبيه ذكرياتهم كانت جميلة جدا أنا آسف آسف أدين سما ما قدرتش أحميه آسف يا أصدقاء ما قدرتش أدافع عن الوريس الوحيد لوفي أمنا وأمل كل الساموراي وبلدوانه كلهم متعلقين على كتافك انت وفجأة كايدو بيمسك سيف من على الأرض وبيرشاؤه بجسمه كيمان ومع آخر كلمات وفلسفة الأشرار مطنقيا وبشرف المحاربين فالهزيمة دايما يصعب تقبلها شنوبي ومومونوسكي عملين يجروا مومونوسكي شايل الدفضع اللي كان بيرقبهم في إيده وبيعرف كل الموجودين بكلام لوفي الأخير إن لوفي حي وهيرجع تاني لمحاربة كايدو أنا عارف إن الأمر صعب عليكم لكن أرجوكم كملكوتال زي منتو حتى آخر نفس في حياتكم في الاتجاه التاني نامي وقصب لسه بيجروا وكلهم فرحانين إن لوفي لسه بخير وبنشوف زيزو بقى في عصاية الطاكس بتاعت نامي في اليمة التانية البيجمام بتهاجم على كين لحد ما بيوصل له وبيقفوا هما اللي اتنين في مواجهة البيجمام كايدو وقفوا بيبص الفوق ونشوف اللي بينادي عليه يا ماتو المفروض إنك بتنديلي بقى بي ما هو أنا جاي النهاردة عشان أقسر الروابط اللي بيني وبينك تكسر الروابط هتقدر في اليمة التانية نامي ضد قولتي اللي تلعت لسه عايشة وما ماتتش من ضربة البيجمام بتطلع نامي راعد من العصاية بتاعتها لكن بنتفاجئ إن زيز هو اللي خرق إزاي ده حصل لسه مبانش لكن أكيد هيبان قدام بيتحول زيز لشكل الراعد بتاعه وبينزل بيها على قولتي وبيهزمها بتشوفهم باو وبتعرف كل الموجودين إن فيه اتنين من التوبرو بتهزموا وكل في حالة قليقين بيمسك قصب بباو وبيخلي قتامة تتكلم فيه وبتعرف كل الناس اللي أكلت الدنغ بتاعها لكن قبل ما نعرف قالت إيه تعالوا نشوف كايدو كايدو بيتحول لشكل التنين وبيطلع عندي ياماتو فوق وبياخد باله إن ابن شالي الإصفاض المتفجر من إيدو بعد ما ترودك من هنا يا كايدو أنا هروح مع لوفي لا ما تقلقش أنا مش هتحرك من بلدوانه كايدو بيرجع لشكله الأصلي إنت عارف إنك مش هتقدر تهزمني فخليك معي أحسن وكون شغن بلدوانه ياماتو بيرفض وبيعرفوا إن كبعة القاشلوفي هو اللي أودين كان مستنيه والحد ما ييجي أنا هقفه الشكل وبضربة واحدة من كايدو على ياماتو بتزلزل السطح كله والمعركة بتبدأ ما بين اللي اتنين طيب يا جماعة أنا كنت بجرب بس لكن عاوز أعرفكم إن المجنة أصعب من حلقات الأنمي فممكن أتأخر شوية في التنزيل بتاعه اكتبوا لكم مينة تحت لو عجبكم الفيديو ده عشان رأيكم بيهمني جدا وما تنساش الاشتراك واللايك نظرا للمجهود اللي احنا بنقديه وشكرا لكم